اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحوجة بتحت المواطن او حوجة السودان في المرحلة اللولة اللي هي ستشهور اللولة الحكومة حتتعمل فيها شنو سواء كامل غرارات اولويات عاجلة مثلا معالجة مشكلة النازحين مشكلة موية مشكلة كهرباء الاولويات هي شنو بالنسبة للمواطن وبنانا على اللجنة اللي هي تكونت من داخل الحرية التغيير لمتابعة الاولويات العاجلة فنحطينا برنامج البرنامج دعنا ننظم انه فيه ورشة تحضيرية وفيه جلسات تشاورية تمت في الاغاليم شنو الاوليات العاجلة بالنسبة للمواطن في الاغاليم تحدد حسب الاقليم وحسب الحياة الموجودة فيها حسب الحياة الموجودة الاولويات بداعاك كل اغليم مختلفة بالاضافة للورشة التحضيرية ستعرض فيها كل المتاج اللي هي جات من الجسات التشاورية في الاغاليم بالاضافة لبعض العلماء والخبراء في مجالات الاقتصاد والمجالات السياسية سيعرضوا لنا الوضع الراهم في السودان والحوجة شنو بالنسبة لنا الورشة التحضيرية اللي هي حت تيم يوم اربعة وخمسة اللي هي الاربعة والخميس دي حت تدينا ايطار لانه الاوليات بتحت الحكومة هي شنو بعد ذاك حتجي بعديها برنامج لأربعة وعشرين ورشة تخصصية طيب احنا ستكلمنا عن انه في خبراء سيكونوا للسودان كله ومشيت كم ولاية احنا هنقيف معاك فيها بردو لكن هي البرنامجة تبع لدينا فنية لإعلان قوى الحرية والتغيير منه هي الجهات المشاركة معاكم في سياقته وتطويره؟ البرنامج هو كله مدعوم لوجيستيك من الناحية تحت اللوجيستيك بيذيون دي بيه هم اللي حيعملون كله التحضيرات سواء كان الفنادخ كذا بعد ذاك اللجنة الفنية هي من داخل الحرية والتغيير هي المتنسق هي لجنة منسقة وليس معدة للبرنامج بتاع الازعافة دي او الاولويات هم بيختاروا ناس في المجالات المختلفة هيقدموا نبزة عن الوضع الراهن مثلا في الاقتصاد بعد ذاك هيطرح للنغاش في اليومين دي بعد ما ننتهي من اليومين اللي هو الأربع والخميس هيكون في تغرير كامل هيطلع التغرير ده هو هيكون عبارة عن إطار اللي هو بعديه هتجي الورش التخصصية الورش التخصصية دي مفتوحة لأي سوداني عنده فكرة ومن ناحية علمية عارف انه مثلا الموية مشكلتاش انه مثلا في دارفور بحلة كيف يدينا حاجة علمية مكتوبة فمستوعظة عشان نقيف الورشة دي هتكون للثلاث سنوات الفترة الانتقالية كلها والله هتكون ستة شهور الأولى نحن نمركزين على الستة شهور الأولى لكن في بعض البروغرام يعني اللي هي الأفكاري تقدمت بتكون هي في ستة شهور لكن يعني أسارة تنتظر حدي لمدة أبعد يعني في ممكن تكون ثلاث سنوات يمكن تكون يعني غرار يطلع يكون يساعد السودان للأبد يعني إن شاء الله طيب يمكن ولا في دراسة للقرارات المتوقعة في حيات معينة مخطوطة يعني هل هي في إطار التوقع ولا في حيات نوعا ما هتدرس هتكون في 24 ورشة متواصلة بعد الورشة التحضيرية مباشرة هتكون في ورشة مثلا هتكون يوم للاختصاط أي إنسان عنده مبادرة بالاختصاط هتتقدم هتناقش طيب أي إنسان يتواصل معاكم كيف يعرفكم كيف يقدم حاجات كيف عندنا كوميتي الكوميتي عندنا إيميل اللي هو كوميتيFFC.Gmail.com فمنكم يرسلون عليهم من خلالهم يتواصل وقدم مبادراتهم يتواصل وقدم مبادراتهم حرية والتغيير اللجنة الفنية وعندما يتكلم عن الناس ما منضمين تحت اللواء الحرية والتغيير فكيف يتم عملية التشبيك والكونتاك والتواصل معاهم والاتصال يعني في ناس كثيرين جدا ما منضمين تحت الحرية والتغيير واسع قدم مبادرات فالحلقة بتاعاتكم لما نقول الناس كلها تقدم وده الإيميل بتاعنا فده نوع من التشبيك ذاته طيب سفرتوا لأقاليم السودان المختلفة الولايات المختلفة شا تحددوا الأولويات يعني كيف كان الترتيب والولايات اللي سافرتوا لها نحن في الحقيقة اخترنا ولايات اللي تكون الشابهم اللي قم نختار منها ولاية جس للزمن فمثلا النيل الأبيض احتبرناه الوسط بتاع السودان بالشابة فاخترنا النيل الأبيض نظمنا ورشة اللي هي تشاورية كان مدة زي أربعة لحمسة ساعات طلعنا منا بأولويات الولاية كيف كان الأولويات؟ والله الأولويات منا مثلا إعادة مشاريع اللي عاشة إعادة تأهيل النغلة النهري ديلي المدى البعيد فممكن تبدأ في ستة شهور بغرارات وبعد ذلك التأهيل بياخذ زمن طبعا بيتكلم عن الأزعار غلاء الأزعار ضبط الأسواق طبعا الأراضي مشاكل الأراضي وتخصيص الميادين اللي هي كان مونفس للناس تخصصت ويتبعت بيقة أراضي السكنية بيتكلم عن المشاكل بتاعت الصحة صحة البيئة مثلا كان زمان بيقولوا في مكتب بتاع الصحة سيح موجود لكن ما مفعل فكان مفتش الصحة يعني بهذا المنطق بيقولوا انه كان بيجي السوق بيشوف مثلا الجزارات عاملة كيف اللحمة مفروضة تكون مغطى بشاشة طيب دعونا مستوى النيل عبيض طيب بقيت الولايات اللي هو نفس السؤال يعني انتو قسمت الوأولاة كل ولاية بتختلف مثلا النهر النيل بتكلم عن مشاكل السدود والحقوق والمناطق اللي هي منطقتين محلي اللي هي ما فيها مدارس أولادهم بيكتوع بالبنطون والمراكب فدي مشكلة أساسية بالنسبة لي هم حتيت تتعالج غير كده المشاريع الزراعية اللي عملت في المناطق اللي هم رحلوهم لها المشاريع بتتزقي بالترعة الترعة دي فيها تحويلات التحويلات فيها مشاكل فمرات زراعتهم بتقعد 15 يوم 20 يوم من غير عطشانة وده بتقلل من الانتاج أو ممكن يعني يفسد الموسم كله السودان من ولايات صغيرة لأقاليم عشان تشوفوا المشكلات الأكبر يعني في ولاات بكل تأكيد ما زرتوها هل عالجوا الحاجاتك كيف؟ حاندعي ناس يحضروا للمركزين يحضروا ورشة تحضيرية لانه ما هنقدر ندعي كل الغاليمة والولايات تحضر الورشة فإذا أنا مثلا بمشي الإغليم بقدر أقابل أكبر كمية من الناس أنا وجدت من الغاليم حاجي بإثنين ثلاثة فدي بس للناحية العملية للطريقة اللي حتنظم بيها الورش وكذا قبل ذكرنا الصحة من خلال النية اللي عبد ذكرت في حياة معينة لكن مثلا في الإعلام التعليم صحة برضو بخلافة تخصصية شكرا كبير شكرا كبير شنو رح تقدم الورش الجديد يعني من الزيارات دي نح دقينا في حاجات مشتركة علىها في كل الولايات يعني التعليم الكتاب المدرسي مفروض يكون مجان الناس بتشوف إن الكتاب بيتباع في الأسواق مفروض حيث تقيف وي مطبع بتتبع كتاب مدرسي مفروض يوقفوه مفروض تكون الحيث دي عبر الحكومة ويتوزع الكتاب المدرسي ده مجان يعني الناس مستوعبين الفترة ستة شهور دي ما هتعمل مجانية التعليم لكن الكتاب المدرسي أيوه مجان الإجلاس للطلبة مثلا في بعض الغورة إعادة مثلا الداخليات اللي أبناء الريف في المدن البيئة التعليمية بصورة عامة أيوه البيئة التعليمية مشتركة في كل الولايات الأزعار برضو بيكلم عن السيولة اللي هي الحياة الاقتصادية برضو مشتركة في كل الغاليم مع هذا مثلا بتلقى في جنوب بوردوفان بيتكلم عن الدمج والتسريح ومحاربة الألغام والمفجرات التصالح والتعايش السلمي إنه كيف الناس يكون في دارفور نفس الشي توطيل وععادة النازحين طوعيا ويعني توفير الحاجات الأساسية في المناطق العودة فكل ولاية عندها خصوصية حنعرض الحياة دي كلها في الورشة تاني يوم 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 خامس فحتكون الحياة المشتركة هتتعرض دي كل الولايات طريقة العرض والتكديم الأشياء دي المختلفة عشان ما يتم استيعابها من الجميع كيف؟ والله نحن نعرض كل الحياة المشتركة بعد ذلك نعرض كل خصوصية ولاية برا مفصلة مفصلة طيب بالنسبة للجهات المشاركة في رسم المعالم الاستراتيجية دي لكل الولايات من خلال الورشة التي تقام يوم أربعة والخمسة والأربعة والخميس يعني يعني ما هي طبيعة؟ هل تعتقدوا بأنه أنتو تعلق عليها آمال ممكن تفيد لقدام للمدى البعيد بأنه ترسم حياة استراتيجية وخطة استراتيجية للسودان ككل في ستة شهور الانتقالية بعد ذلك للسودان ككل؟ أنا ما بسميها خطة استراتيجية لأن الاستراتيجية أكبر لما نقول أولويات عاجلة دي معناتها إزعافية سريعة فالإزعافية السريعة دائما تحتاج لغرارات وتعديل في لوائح أكثر منها استراتيجية فالاستراتيجية تكون عندها بيجان وميجان يعني رسالة ورؤية للمستمر مع أنه إحنا خطينا الحاجات دي برضو لكن ما بنأكد عليها نقول إنه دي الاستراتيجية بتاعت السودان للفترة صح لكن لو عملنا مقارنة يعني حكومة الإنغاذ البائدة كان عندها خطة إسعافية كثيرة جداً وبالتأكيد لو خطنا في المقارنة كانت فاشلة لأنه ما قدمت شيء يشفى عليها على أرض الواقع ما هو المختلف في الخطة الإسعافية التي تقدم في الفترة الانتقالية؟ ما بين الشيء الأولى؟ الدراسات العلمية ما فيه دراسات كثيرة تقدمت لكن ما هي النوع المختلفة؟ الطريقة اللي نحن أسلح الشغالين بها دي طريقة علمية في إنك تستشير في البدء القاعدة وتجيب الحوجة منهم مشكلاتهم وتخطها دراسة محتوى يعني في النقل أيوة لمتخيزية الغرار كان المبادرات بتبدأ من أعلى وبتنزل من غير ما تعرف هل المبادرة دي ممكن لأنها تكون يعني تصلح لمعالجة المشاكل الموجودة أم لا فالأفضل إنك تخط الحلول تخط المدائل لها تحددوا مدى معينة تبدأ من منطقة الحوجة وتطلع لمتخزي الغرار يعني ما فيه زول بيعمله استراتيجية وهو وزير وهو معارف الحوجة على أرض الواغع وذي كانت حاصلة في وزارات خدمية كثيرة جدا أيوة صحة تعليم طيب في نقطة مهمة جدا يعني الحديث عنها مهم إنه كيف ممكن معالجة النقص مستقبلا لما تحدثنا إنه ستة شهور ولكن مستقبلا عملية الخطة الإسعافية بتكبر معاك كل ما كبرت معاك الحكومة واشت لأيام الأولى ووصلت لحد الفترة من الثلاثة فنوات الأولى يعني مستقبلا فأنا متأكدة إنه في الورشة الناس ما هتكون يعني سابقة مع ستة شهور دي فكل زول بيجيبوا ستة شهور لأكن بتلقاينا عندها أثر للثلاثة سنين أو لمستقبل السودان ممكن تكون خطة خمسية خطة عشرية فما حتكون ستة شهور فستة شهور دي ممكن تكون اتخاذ الغراراتي بميديا لكن الأثر بتاعه حيكون يعني لزمن لمدى بعيد أستاذ مون يعني أنا بالنسبة لي في سؤال وضع خطط يمكن يكون ساهل عقد ورشة ممكن يكون بالنسبة لنا ساهل إنكم تجيبوا المشكلات وتخطوا الحلول والبدائل ساهل لكن المتابعة والمراقبة حتى إذا حدثت إنحرافات في ستة شهور دي هيتم كيف لكل الولايات والأقاليم والله هو الليجنة الفنية ستتابع بالإضافة إلى الجسم الحرية والتغيير سيكون فيه متابعة وفيه آلية صح ما هو المتفق عليهم هو المتفق علي أنكم ستتابعوا لكن كيف ستتم عملية المتابعة نحن نبحث عن الشي النوعي الجديد نبحث عن حاجة كنا ستدلنا هزمان الرقابة دي مراقبة للمتابعة تعود من أنه والله نسمع في الأخبار متابعنا وشوفنا وزارة وأكد لكن عاوزين نعرف الشي النوعي الجديد شنو هو من ضمن التوصيات أصح في الأقالين اللي هو تغوية الجهاز الرقابي أو مثلا تحويل في ناس بيقترحوا تحويل الليجانة المقاومة لأجهزة رقابية تحتويها الدولة أو تكون مدعاونة مع أجهزة الدولة لجانة المقاومة بالأحيان لجانة المقاومة بالأحيان ففيه آليات فيه أفكار الترحت فحشوفنا كيف تنفذ للرقابة طيب في الحتة بتاعتنا المقاومة دي سريعا فضلين أقل من دقيقة يعني هل في تواصل معهم في رؤية كبيرة مقدمة لأنه كل الناس ما عنده لجانة المقاومة في الفترة من الفترات فيه مطلبات كثيرة جديدة أنها تكون داخل الفترة الانتقارية بشكل كبير يعني والله هو واسع الشغل الماشي بالطريقة العلمية أكيد هو يستوعب يستوعب كل الناس يستوعب كل الحياة لكن الناس يعني المزألة بتاع الزمن أشكرك شكرا شكرا لك أستاذ المناحس المغني شكرا لأستواري وعضو لجنة المبادرات الفنية بإعلان قوى الحرية والطرية شكرا لكم كثير شكرا لأستواري شكرا ويمكن أهم نقطة ماشينا بالي قدام أنه لجنة الأحياء بحسب الخطة الموضوعة في اختراحات كثيرة جدا أنها تكون من داخل الفترة الانتقالية برؤى للأولويات العاجلة إن شاء الله يا رب موفقين شكرا نخرج إلى الفاصل من ثم نعود إليكم من جديد عبر 24 قراط خليكم قرار اشتركوا في القناة